بس من كام أسبوع كده الرئيس قيس اكتشف خير الله ما جعله خير إن في مفاجأة مستنياة ما كانتش على البال ولا على الخاطر المفاجأة دي هي إن الانتخابات الرئيسية قربت وبقت على الأبواب مش بس كده ده كمان فيه سياسيين ومعارضين كتير أعلنوا إن هم هيرشحوا نفسهم قيس بقى لما عارف الأخبار ده يتخض قوي وقال لي يا فتاح يا علي مرزاق كريم إيه لعكننا دي على الصبح هو الواحد ما يعرفش يستبد شوية مغير صدع موضوع الانتخابات ده كان تايح عن بقى للصراحة معنا كنت مشغول في قمع الناس ومش فرد أفكر في حاجة تانية وبعدين إحوار المعارضين اللي مرصحين نفسهم ده كمان مش هنا كنا خلاص حبسنا كل المعارضين طلعوا لي من أين دور؟ هالبلد سايبة ولا يه؟ طب تعمل إيه يا والد يا قيس يا عترة المستبدين تعمل إيه؟ تتصرف إزاي في فيلم الانتخابات اللي نزل على دماغك فجأة ده تدي فرصة للمعارضين يرشحوا نفسهم قصادك وتسيب الشعب يختار بينك وبينهم عادي؟ لا طبعا إيه لها بلدك؟ شعب من اللي يختار؟ هو في حد في تونس كلها بيقبلني ولا طيق يشوف خلقتي ده أولادي نفسهم لو راحوا ينتخبوا مش هيدوني صدفهم أساسا أنا لو نزلت الانتخابات لوحدي من غير مرشحين خالص احتمال أخسر طب نلغي الانتخابات من بابها زي ما لغينا الدصور والبرلمان ونفضها سيرة بقى لا برضو ما ينفعش لو عملت كده الجماعة الأجانب بتوع بره هيفشخوني أتصرف إزاي يجدعان في الزنقى دي؟ حد يدبرني بسرعة عبل ما تطرب على دماغي قيس بعد ما قاعد يفكر شوية قال إيه ده؟ أنا تعب نفسي ليه والحل قدامي على النخلة هو هو شخص واحد اللي بلجأ له في المصايب اللي زي دي شخص ده هو سمو الزعيم المشير النبي عفتاح السيسي أنا هشوفه كان بيعمليه مع المرشحين قبل كل انتخابات واعمل زيه بالظبط وبكده المشكلة هتتحلي من جدورها ويا درما دخلك مرشح واشهادة لله قيس ما كدبش خبر جاري على طول وبص على السيرة البلاحية الشريفة أم لا أن السيسي ما شاء الله كان أول ما بيشم خبر إن فيه مواطن بيفكر بس إنه ترشح أقصاده بيروح على طول يجيب المواطن ده من أفاه وفني وجعك لحد ما ينسيه الانتخابات وينسيه اسمه بالمرة عشان يبقى عبرة لأي شخص عره ينسى نفسه ويعمل رأسه برأس جلالة الزعيم الأوحد كلام ده حصل كتير قوي في عهد طبيب الفلاسفة مع عنان وقنصوة في 2018 ومع أحمد طنطوي في 2024 كل دول اتلفوا في ملاية وتراموا في السجن وقت لمجرد إن دماغهم زأزأت وتخيلوا إن من حقهم انزلوا الانتخابات حسب القانون والدستورة الله رحمه قس بقى لما عارف كده هل لك بس دي وصفة هيلة دي وصفة سهلة ومن ساعتها وهو بينفذ أفكار السيسي بالحر ودير يحبس أي مرشح يجي في الشوق بمنتهى الحماس شهر اللي فات وبناء على تعليمات سات الرئيس الشريف أوي قس عيد القضاء التونسي النازيه حكم على المرشح المعارض لطف المرايحي بالحبس لمدة 8 شهور بتهمة شراء التزكية دي حاجة زي تزوير التوكيلات عندنا كده اللي بنتهم بها كل المرشحين والمحكمة بعد ما هفت الأساس لطف الحكم المعتبر ده ما سكتش دي كمان قررت إنها تحرمه من الترشح في أي انتخابات لحد ما يموت حتى لو كانت انتخابات اتحاد الطلبة وبعد مصادر الحكم اللي بينقط عدالة ده الحاجة قيس طامت شوية وحط في بطنه دي الله عصيفي وقال لك أكيد كل المعارضين الأندال هيتطيعزوا من اللي حصل مع لطفي وما فيش حد منهم هيستجري الرشح نفسه أو حتى يعدي من جنب لجنة انتخابية بس للأسف مش ده اللي حصل الشهر ده فيه شخصيات عامة كتير في تونس اعلنوا إن هم ما نزلين الانتخابات وصاد قيس ولا يحصل يحصل طبعا قيس سعيد ما سكتش على المهزلة دي على طول راح مميل على القضاء اللي تدعو وقال لهم بسك على المرشحين يا رجال عاوزكم تسوي شوشهم بالأسفلت وتدوني رن من بعدها بقينا كل يوم نسمع حكم شاك ومن كام يوم اتحكم على المعارضة التونسية عابير موسي بالسجن المد السنتين لحظة بسة قضاء عرر شكلكم اطلخبطين شوية عابير موسي دي محبوسة بالسنة اللي فاتت أساسا يعني مش هتقدر تترشح أصلا قال لك لا ما احنا حبسناها تاني لأنها اتجرقت وهجمت لجنة الانتخابات الرئاسية قالت إنها والعياز وباللاء مش محايدة وشغلت تحت أمر سات الرئيس طبعا اللاجنة الشريفة لما عارفت الكلام اللي تقال عليها زي عليت جدا وجلها اكتئاب حد فكان لازم نجيب لها حقها من عابير وأمثالها بعد الحكم الجميل ده القضاء التونسي اكتشف إن المرشحين المعارضين كتروا أو زيادة عن اللزوم وما بقاش ملاحق عليهم كل يوم التاني نلاقي مواطن جديد طلع زي عفريت العلبة وبيعلن إنه هيرشح نفسه طب هتعملوا إيه في الورطة دي السادة القضاء قالوا سهل وبسيطة إحنا نلم كل المرشحين مع بعض كده بربطة المعلم فقضية واحدة وإن هفهم حكم معتبر يجيب أجالهم سوا عشان ياخدوا سواب الجماعة وده اللي حصل فعلا يوم الاثنين اللي فات المحكمة التونسية حكمت بالسجن ثمان شهور على أربع مرشحين محتملين وهم عبداللطيف المكي القياد السابق في حزب النهضة والصحفي نزار الشاعري والقاضي مراد المسعودي والعميد عادل الدول وطبعا التهمة جاهزة ومعروفة وهي شراء التزكيات ما هلوقتي دايقة بقى ونفيش وسع عشان نخترع ونفصل تهم جديد المهم بقى إن المحكمة بعد مرامة الحكم في وش المرشحين هتم على فكرة بقى انتم مش هتتحبسوا بس لا ده انتم كمان هتتحرموا من دخول أي انتخابات في المستقبل ولو زودتوا في الكلام احتمال نحكم عليكم بالإعدام عادي طب يعني هو القضاء التونسي متصدر لوحده في ليلة التخليص على المرشحين مفيش أي مؤسسة تانية بتساعده خالص كده لا طبعا ودي تيجي الدخلية التونسية الباسلة هي كمان أي مبدور وطني مهم في الحواردة ما حد يش يقدر ينكر والدليل على كده أنها رفضت تدي بطاقة السجل الجنائي لأربع مرشحين معارضين إيه البطاقة دي إن شاء الله قال لك دي يا سيدي شرط جديد من صروط الترشح للانتخابات قصة عايد لسه مخترعه أقول مبارح البطاقة الجنائية دي لازم المواطن من دول يجيبها عشان يقدر يسجل اسمه في الكشوف المرشحي من غيرها لا يقدر يترشح ولا يهوى بناحية لجنة الانتخابات والبطاقة المعجزة دي بقى فضلة خيركم موودة في إيد السلطة التونسية بس هيئة اللي بتتحكم فيها على مزاجها المرشح اللي يعجبها تديله البطاقة وفوقيها بوسة أما بقى اللي ما يعجبهاش فده بتدواخه السبع دخات وبتلففه حوالي نفسه بيه الشهور وفي الآخر خالص بتقوله روح لأمك مالكش بطاقة عندنا فوت علينا بقى الانتخابات الجاية إن شاء الله كمان خمس سنين وعليه خير جايز يعني ساعتها نرضى عنك ونديك البطاقة اللي نفسك فيها دي زي ما احنا شايفين كده خلال شهر واحد بس فيه خمس مرشحين محتملين اتسجنوا بحكم المحكمة واربع غيرهم اتحرموا من بطاقة السجل الجنائي اللي من غيرها مش يقدروا يدخلوا الانتخابات حتى لو وقفوا على دماغهم من غير بقى عشرات النشطاء والصحافين اللي اتسجنوا خلال الكامي يوم اللي فاتهم لأنهم هاجموا لجنة الانتخابات أو اعترضوا على قمع المرشحين قصة عيد بقى بعدما اتطمن ان كل المرشحين شرفوا في الزنازين الحمد لله وما بقاش فيه اي حد بينافسه خلص لقناه من كم يوم بينزل عالساحة ويتمختر كرة بالراحة عشان يعل المفاجأة مدوية للشعب التونسي الشقيق والمفاجأة هي انه قرر يترشح لفترة لقاسية جديدة ان شاء الله رغم انه وكانش بفكر في المنطاط اطلاقا هو كان ناوي يسيب السلطة ويقعد في بيته ويشتغل تركوه بس للأسف توانس أولاد الذين دول فضلوا يتحيلوا عليه ويدبديبوا في الأرض عشان يرضى وينزل الانتخابات فاضطر آسفا انه يلبي نداء الجماهير الغفيرة ويجي على نفسه ويترشح قص عيد وهو بيعلن الترشح قال وبراءة الأطفال في عينيه ان باب الانتخابات مفتوح على البحري لأي مواطن عرة عاوزين نفسه مفيش أي قيود في موضوع الترشح ده خالص صاح في خمس رجالة زي الورد مرميين في السجن دلوقتي عشان فكروا يترشحوا قصاده بس ده مش معناه طبعا ان فيه قمع للمرشحين لا سمح الله جايز يكونوا دخلوا السجن بمزاجهم عاوزين يعملوا اجتماع موسع في الزنزانق بعيد عن الدوشة مثلا يعني بتحصل في أحسن أشباه الدول عادي قص عيد ما يتخيرش عن ساعة الرئيس السيسي يعني ما لمحوا كلها منه يدوب الاسم متغير فهو كمان مصمم يجيب آخر الاستبداد ويحكم للأبد غصب عن تونس ولي فيها زي ما سيسي بيعمل عندنا بالظفر مش بعيد بعد كم شهر لما قص يبتدي فترته التانية بالسلامة ان شاء الله بنلاقيه ابتدى يبني عاصمة إدارية جديدة او بيفحط قناة عن ناشف جوا تونس